أعلن الفاتيكان أن جثمان البابا السابق بيندكت السادس عشر سيسجى في كاتدرائية القديس بوتروس بدءا من الاثنين مضيفا أن الجنازة ستكون في الخامس من يناير المقبل كان الفاتيكان قد أعلن وفاة بابا الفاتيكان السابق بيندكت السادس عشر عن عمر نهز 95 عاما وكان بابا الفاتيكان الحالي البابا فرانسيس طلب يوم الأربعاء الماضي الصلاة من أجل البابا السابق بعدما تدهورت صحته بشكل كبير شكرا